وانتهى مسلسل مطعم الحبايب من بوتولة احمد مالك وهوضا المفتي ومن ابطال كتير تانين هنتكلم عليهم اكتر واكتر بعد ما نخش بالانترو بس قبل ما تري حالة انا عارف يا بتوع فلا متحبوش الانترو الطويلة اتمنى طبعا تزبطوني لارقة كتيرة جدا 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 وشار وسبسكرايب التشانيل لو لاول مرة طبعا انا عايزكم الشاركة على انسجرام بيجي وفيسبوك بيجي دوسوا على جرس وطبعا كل الدعم من كل اخواتنا في الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع سواء لكم لينكات التبرع على اهلنا واخواتنا في غزة تحت في الديسكريبشن ويلا بينا نخش في الحلقة اهلي مسا عليكو انا احمد كمال بتاع افلام مبدان كده بتوع افلام مسلسل مطعم الحباب من بطولة احمد مالك هدى المفتي بايومي فؤاد حمزة العيلي انتصار سامي مغوري واسلام ابراهيم والمسلسل من اخراج المخرج الشابع صام عبد الحميد ومن تأليفة المؤلفة الكبيرة طبعا مريم نعوم والمسلسل يعتبر فريد من نوعه من ناحية ان احنا يعني دخلنا في حتة المطبخ والمطاعم والنوعيات دي من المسلسلات اعتقد ان هي نادرة جدا ان احنا عملناها هنا في وطننا العربي ولكن ليها استحسان كبير جدا خاصة المسلسل دبير اللي هو لسه نزل منه غالبا ثلاث مواسم مسلسل دحق نجاح كبير جدا 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 وهو ينتمي نوعية المسلسلات اللي هي بتتكلم عن الطعام والاكل وكل الكلام ده وطبعا بيبقى فيه دراما جنب المطبخ وكل الكلام ده فالمسلسل نبتدي بايجابياته ولكن قبل الايجابيات السؤال اللي قبل اي حلقة هل المسلسل عجبك زي اغلبية الناس واغلبية الناس ودي برضو شهادة لازم تتقال اغلبية الناس اللي انا عرفهم مثلا واغلبية الاراء اللي انا شفتها متفركة على السوشيال ميديا عجبهم المسلسل جدا ويعتبر هو من انجح مسلسلات اللي بتعرف في فترة الحالية ومن اكتر مسلسلات اللي عجب الناس برضو في فترة الحالية انا بالنسبالي انا هقول لك رأيي يعني في حتة معينة وانت هتعرفها ولكن في الاول في الاخر هي كتجربة انا ما ادايتش منها خالص ودي برضو من ايجابيات المسلسل انك انت قاعد بتتفرج على الحلقات مش هتحس بانك انت عايز تقلب او عايز تخش على الحلقة اللي بعدية اللي هو ازا ده هو مسلسل يا جماعة يعني ممكن يكون من احلى الحاجات اللي فيه يعتبر احلى حاجة فيه ان هو بعيدا عن المسلسلات المتواجدة حاليا اللي هي اغلبياتها بيبقى فيه جريمة وقتل ومش حرف ايه وفي ايه وفيه جريمة وفيه لغز ولازم نعرف حتى المسلسلات الكوميدية بقت فيها شوية من الرعب زي بيت بيتي مسلا واعمال كتيرة خلال الفترة الفاتت ولكن ده عمل مختلف من احلى الحاجات اللي فيه انك انت انت والاسرة كلهم ممكن تتفرجوا على العمل ده هو يعتبر من نوعية الاعمال اللي هي تتقال عليها فيل جود سيديس او فيل جود موفي اللي هو تتفرج كده وانت مبسوط وانت بتتفرج عن المسلسل ده وانت بتاكل مثلا انك انت بعد ما قضيت يوم طويل مسلا في الشغل وكده وعايس روح البيت تتفرج على حاجة تهدي اعصابك تتفرج على حاجة ما فيهاش بقى ولا مشاكل ولا حوارات ولا عليس ولا محتاج تفكر كتير ولا كل الكلام ده فدي حاجة حلوة جدا في المسلسل نفس الكلام بالنسبة للابطال احمد مالك وهودا المفتي يعتبر الكيميا من بينهم حلوة جدا وهم فعلا الاتنين لايقين على بعض جدا سواء علاقتهم مع بعض انا حسيت ان هو اه يعني لايقين على بعض جدا وفي نفس الوقت يعني هودا المفتي اتسكنت برضو في دورها صح يعني هي اتسكنت في الدور الصح وايه ليه تعديق تاني بالنسبة لأحمد مالك اللي هو انا بالنسبة لي احمد مالك انا بحبه جدا ان هو اختياراته حلوة قوي يا جماعة لو ركزه في فترة فاتت غير ان هو بيعمل اعمال برا مصر هو بقى له فترة مثلا ما عملش مسلسل بقى له فترة طويلة هو بقى ينقي بعد فترة طويلة كان بيعمل اعمال كتيرة جدا ما بقاش متواجد غلى ما بيناقي عمل هو بيختاره او حاجة كويس فهو برافو عليه في الحتة دي وبالنسبة برضو الممثلين التانيين الكرو كله كان ما بينهم كيميا كويس ولكن من اكتر الممثلات اللي شدتني جدا في العمل يعني اكتر واحدة حستها طبيعية جدا وتمثيلها كان طبيعي جدا وتلقائي جدا هي الفنانة الاء علي اللي كانت ايما بدور اللي كانت خطيبة احمد مالك في اول حلقات وهي اعتبرت طلعت في اول 3 ا4 حلقات حاجة زي كده كان اداها فعلا مميز جدا في المسلسل وحرجع واقول كاول تجربة للمخرج عصام عبد الحميد كان عامل شغل هايل جدا خاصة في المشاهد الاولانية في المسلسل لما كانوا في المطبخ وفي لحظات توطر بين احمد مالك والكروب بتاعه كله وحمزة العيلي وكل الكلام ده كان معمول حلو جدا وكان فيه وان شطات اتخذك كتير جدا في المسلسل وكانت حلوة الصراحة وطبعا كل المسلسل ده بلمسة الموسيقار خالد القمار اللي انا بعزه جدا انا عايز اسأل بقى سؤال اي حد حد حس برضو ان الموسيقى قريبة او مش قريبة واخدة كده او فيها كده من موسيقى فيلم فورس جمب ولا او فيلم المفضل في الحياة مش عارف انا حسيت كده شوية ما بقولش ان هي منحوطة ولكن اللي انا قصي عليه ان هي واخدة نفس الطابع وبردو من الايجابيات الحلوة اللي في المسلسل الانترو بتاع المسلسل لما بيجيب لك قصة وديدة القديمة بصوت الفنانة الكبيرة ساوسن باد حلو جدا انا كنت بحب اللحظات دي اللي هي بتبقى في اول المسلسل اما بقى دلوقتي دي كده بالنسبة لي بتقعف لهم ايجابيات المسلسل سلبيات المسلسل بالنسبة لي من وجهة نظري واللي عارف ان فيه اغلبية الناس ممكن ما توافقش عليها لان اغلبية الناس ازي ما بقولك صحابي كلهم يعني مثلا مرون مثلا عاجبوا المسلسل جدا في كذا حد سألته برضو من اي حد من صحابي عاجبوا المسلسل قوي ولكن السلبيات دي من وجهة نظري الشخصية انا ما بحبش النوايات دي من مسلسلات اللي هي تبقى المسلسل يعني المسلسل دا لو برة حيتعرض على قناة ديزني وانا ماليش في مسلسلات ديزني اللي هي المسلسلات المثالية زيادة عن اللزوم الكليشي اللي انت عارف من اول لحظة في المسلسل ايه اللي هيحصل بصوا يعني انا هتكلم شوية بحرق لو انت بشوفتش مسلسل قبل كده فطبعا وقف هنا ولكن انا مش هحرق قوي انا هتكلم على احداث بس هتبقى بالنسبة لك حرق لو انت مشوفتاش فوقف هنا خش على حت تقييم على طول يعني مسلا يا بتوع افلام انا كنت متخيل من اول لحظة ان اه احمد مالك ان بعد خنال بينه وبينهودا المفتي هيحبوا بعضه حيبقى في الاخر حيتجوزوا حتبقى الحياة تبات ونبات المثالية الزيادة لو كل الكروسالك وكلهم حلوين انهم كلهم بقوا معي لواحدة وبيخافوا على بعضه وكنهم اخوات وعايشين مع بعض ومتربيين مع بعض مع ان الفترة اللي عارفه بفيها بعض كانت فترة صغيرة ولكن الناس حبه ده الناس حبه عايزة تشوف حاجة تبقى ايجابية حاجة تبقى كويسة حاجة تمام عالم مثالي ماشي حلو فانا ما عنديش مانع خالص في الناس اللي عجبها المسلسل جدا ومهومة بي ولكن انا ما تهمتش بمسلسل الصراع يعني انا ما بحبش هادة تفرج على مسلسل انا عارف احداثه هتحصل ايه او عارف حتى المشهد ممكن مش دي صيع مني اي حد متابع مسلسلات وعارف كليش هادة تحت مسلسلات هيبقى عارف ايه اللي هيحصل يعني مثلا المشهد تهانتصار في الحلقة قبل الاخيرة بتقول مثلا علي صوتك علي صوتك عرفت ان هو حد هيقول من الغنى وكلهم هيغنوا مع بعض وبعدية اغنية محمد مونير هتبقى اه ده حصل لو احنا بنتكلم على الارض الواقع المسلسل ده كله مش هيحصل قصة حب اللي ما بين احمد مالك وهو ده المفتي وايه الكرو مافيش ما علينا بس في الولف الاخر هو مسلسل هو ما بيقولكش ندي قصة حقيقية مسلا ولكن انا عايز اقولكو حاجة برضو وبرغم كل المثالية اللي انا بقولك عليها وكل الكلام ده كنت حاسس المسلسل ماشي في السكة دي ولكن كنت حاسس ان هو حيمشي في سكة مختلفة تماما وهي ان احنا هنخش على زي ما بقولك زي مسلسل دابير او فيلم قبل كده رشحت وقبل كده اسمه تشاف فيلم شاف ده مثلا كان نفسي حس الاحساس ده يعني انا مسلسل بيتكلم عن المطاعم وكل حلقة بتتكلم عن اكل حلوة وكل الكلام ده انا مكنش بحس ان انا جع يعني لا المسلسلات دي بتخليك تجوع قوي اه طبعا فيه ناس ممكن تكون حسد بجوع من خلال المسلسل ولكن لا المسلسل ده كان ممكن يتعمل بطريقة اقوى من كده بكتير من ناحية كان عجبني جدا ما بينه وبين الشفات لما كان في اول مسلسل انا كان عجبني يعني كنت حس ان المسلسل ممكن ياخد السكة دي فانا ممكن يكون النص الاول بتاع مسلسل عجبني اكتر من النص التاني بتاع المسلسل والاتجاهة بتاع مسلسل ان احنا دخلنا في قصة رومانسية وكل الكلام ده ما عنديش مانع فيه ولكن كان نفسي اشوف اكل اكتر كان نفسي اشوف اجوع اكتر كان نفسي اشوف الوصفات وهي بتتعامل الكاميرا تزوم على الاكل وهو بيتقطع كان نفسي شوف ده اكتر وقت طبعا من ضمن سلبيات المسلسلة يا جماعة يعني ده برضو عتاب برغم ان انا اشدت بيه جدا المخرج عصام عبد الحميد انا ده يعتبر المسلسل ده دخل في التاريخ الدراما المصرية بالتأكيد اعلى معدل تفافة عمل في الدنيا بدونك يعني مفيش حد ما شفناش لا يعني انا عدت افكر عدت افكر والله العظيم اقول هو انا كبني ادم لو اتعاملت الاضاءة بطريقة مختلفة فانا هطلع كل ده يعني اصلا هما كلهم بني ادمين هما يعني مفيش حد زيادة مثلا بيطلق مثلا انا مش فاهم ليه الموضوع كان زيادة قوي وكان الواحد بيبقى ايه بقى كفاية رف يا جماعة فعلا الموضوع كان كتير جدا في المسلسل ده وطبعا يعني مثلا بالنسبة لي انا الفنان حمزة العالي من اكتر الموثنين اللي انا بشيب بيهم جدا فأعمال كتيرة جدا انا دورهم كانش هاجبني في المسلسل خالص كنت حاسب بعض من الافورة الكتيرة نفس الكلام لاسلام ابراهيم اللي فيه برضو بعض من الناس عجبهم الكوميديا بتاعته لم يعجبني الكوميديا بتاعته خالص واساسة ان هي هي واحدة ومكررة انتصار دور مش جديد عليها او مش دور اللي اقول فيه انتصار كانت خطيرة مثلا لا دور عادي جدا بالنسبة لها نفس الكلام برضو البيومي فؤاد ما قدرش اقول ان ايه الدور العظيم ده برضو البيومي فؤاد يعني دور عادي برضو العلاقة اللي ما بينه وبين سامي مغوري وعلاقة العداوة اللي ما بينهم دي اتعملت بطريقة مش عارف ما شدتنيش خالص ما خلتنيش ان انا اقول يا طرى ايه اللي هيحصل ما بينهم وكل الكلام ده متعملتش بإصارة وكان ممكن يطلع منها فعلا اكتر من كده بكتير واحلى من كده اما برضو بالنسبة لأحمد مالك انا الصراحة انا بقولك انا كواحد من الناس اللي بتحب أحمد مالك جدا وبثق في اختياره جدا كنت متخلين ممكن يكون اختياره وكنت متحمس المسلسل ده ان هو ممكن يكون حاجة مختلفة شوية هو اه مختلف وحاجة كويسة اجتماعية الناس كلها وكل العيلة تتفرج عليها ويبقوا مبسوطين ولكن كنت متخلين ممكن تكون اختياره في العمل ده يبقى اقوى من كده شوية وهي في الاول في الاخر اراها وفي الاخر يا بتوع افلام تقييمي انا وبالنسبالي ومن وجهة نظري الشخصية تقييمي لمسلسل مطعم الحبايب هو ستة من عشرة ولكن رأيي في الاول في الاخر مش مهم جنب رأييكو لان انا زي ما بقولك شفت الناس كتيرة جدا عجبهم مسلسل اكتر من الناس اللي ما عجبهمش مسلسل ولكن في الاول في الاخر هي قراء مهم حاجة سبووا لي رأييكو تحت في الكومنتات نيجي عند سؤال الحلقة ايه اكتر مسلسل عجبكو حتى الان في عشرين اربعة وعشرين يعني اعملوا لي لستة كده طوف فايف اكتر خمس مسلسلات عجبوكو في عشرين اربعة وعشرين برا سيزن رمضان او برا موسم رمضان سبولي اجاباتكو تحت في الكومنتات وهرد عليكو زي ما احنا متعودين على طول وفي الاخر يا بتوع في الام اتمنى طبعا في نهاية الحلقة اتمنى طبعا تصبطوني لكاتر كتيرة جدا 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 وشارجوا سبسكرايب للشانل لو لأول مرة طبعا عايزكم تشاركو على الانسي جرام بيج وفيسبوك بيج اتمنى من كل قلبي كل الدعم لكل اخواتنا في اللواطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع واسبلوكو لينكات تبرع اللي هلينا واخواتنا في غزة تحت بالدسكريبشن واحلى مساء عليكم